انطلقت في مدينة تعز صباح اليوم حملة تحصين طارئ ضد شلال الأطفال وتستمر لستة أيام الحملة تستهدف أكثر من ستمائة وخمسين ألف طفل في سبع عشرة مدرئية محررة داخل المحافظة ويزيد عدد المشاركين في الحملة عن ألفين وخمسمائة عامل صحي ومتطوع الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلال الأطفال هي حملة وطنية تستهدف الأطفال دون سن العاشرة وتستهدف أكثر من مليونين طفل على مستوى القهورية وأيضا أكثر من ستمائة ألف طفل على مستوى محافظة تعز الحملة طبعا يشارك فيها أكثر من ألفين ومئتين عامل صحي ومتطوع أيضا وتستمر لمدة ست أيام وهي تستهدف كما قلنا الأطفال دون سنة العاشرة والهدف من هذه الحملة هو القضاء على فيروس شلال أطفال الذي كانت اليمن قد أعلنت خلوئها منه والآن ظهرت حالات قديدة بسبب الوضع الكارثي الذي تعيشه البلد فقامت نجرة صحابة تنفيذ هذه الحملة بهدف أيضا القضاء على الحالات الجديدة التي ظهرت من حيث أن نعود إلى الإنقاذ الذي كنا حققناه في السابق هو إعلان اليمن خالي من فيروس شلال الأطفال